اهلا بحراتكم من جديد وكننا بنتكلم قبل الفاصل عن قيمة مباراة النادي الاهلي امام اسوان غدا ووجود بير ستاو طبعا يعني خبر صار جدا لجمالي النادي الاهلي واللي وقفنا عنده ياسر ابراهيم وليه وقفنا عند ياسر ابراهيم وليه هنقف عند اكتر من لاب وليه هنقف عند اكتر من خبر لان مش هنسمح ان ما حدث الموسم الماضي يتكرر او الموسم قبل الماضي خلاص علينا هنا اننا هننوه من البداية بنبدأ اول حلقة في الموسم الجديد بعد اول مباراة في الموسم الجديد لو اعتبرنا ان بداية الموسم الاسماعيلي مش الاتحاد المنستيري وهنقف عند كل اعلامي بيردد اخبار مغلوطة عن النادي الاهلي سواء بتعمد او غير تعمد المهم في النهاية ان يصل لمشاهد قناة النادي الاهلي ويصل لمشجع النادي الاهلي لا تتناول اي اخبار متعلقة بالنادي الاهلي غير من المصادر الرسمية الاعلامية الخاصة بالنادي الاهلي قناة النادي الأهلي المركز الإعلامي للنادي الأهلي المتحدث الرسم عن النادي الأهلي لكن ما دونه ذلك ما تسمعش ولا تستجيب مش بقولك كده إن احنا وصائع عليك وبنفرض وصائع عليك إنك تشوف قناة الأهلي يا ما تشوفش غيرنا لا خالص احنا نقولك كده لأن اللي هنورغو لك دلوقتي هيؤكد لك ده إن الناس بتتكلم بدون ما يكون عندها المعلومة طب لو لم تتواجد المعلومة الناس هتعمل ايه هتبدأ تجود وتبدأ تجود في حاجات ممكن ما تعرفش تلاقي رد عليها فيبدأ يقول لك إيه أصل قولر من اللعيب ده مش مقتنع بيه أصل قولر قاعد مع اللعيب ده وقال له أصل أنت ترتيبك عندي الـ 24 في الفريق وكلام كتير أنت مش هتفضل ترد على كل واحد وتقول له لا لكن الموقف ده والقايمة دي بترد على البعض وجود ياسر إبراهيم في القايمة صح كده يا فرس؟ صح جدا ومش بس ده حصل مفارقة كبيرة جدا يا أسامة أن يبدأ الكلام أنا شفت كلام عجيب على مدار آخر أيام يعني الأول ده كمان غير الكلام اللي طلع الرد بتاع النادي الأهلي الرسم عليه أو الخبر لأ شفت حاجة غريبة حد بيتكلم يا أسامة أنا جيت اتكلمت وكولر جوه النادي الأهلي جاب المساعدين فواحد من المساعدين بيسأله بيقوله هو إيه التشكيل اللي حيبقى أساسي معانا والتشكيل اللي حيبقى مكمل معانا واللعيب الأساسيين قال له إيه ده مين اللي قالك أن فيه حاجة اسمها كده ما فيش حاجة اسمها أساسي اللاعب بيبقى كذا مين اللي عرفكوا كده في الكورة حوار مهين جدا كأن يا جماعة الناس المساعدين أو الناس اللي في النادي الأهلي ده أول مرة يشوفوا مدربين كأن دي الناس ما كانتش بتعاصر فيلر الراجل اللي بيدرف الدوري البلجيكي والراجل اللي ليه سي في محترم والراجل اللي درف فريق زي أندر لخت كأن الناس دي ما عصرتش مدرب زي مسماني درب منتخب جنوب أفريقيا مش بس أندية ده كمان منتخب جنوب أفريقيا فالحديث عن إيه ده وتصدموا وقالوا له هو فيه كده هو اللي احنا كنا عارفينه طول الوقت ده طلع غلط طلع التدريب تغير طلع التدريب اختلف وقصة مختلقة تحسسك أن بجد أنت ما ينفعش تقلل من نادي الآلي وكأن احنا نسمع عند ناس ثم بعد كده الكلام عن أن حصل كلام وحوار بيني وبين كولر أو من خلال أحد الوسطاء وسأل وتركيب المعجمين دي ده أنا اللي عدت معايا لا أنا اللي عدت آه في الفندق ترابيزة 26 كنت قعد أنا وصاحبي كولر كده بنتغدى ملوخية قول الحكاية آه بنتغدى ملوخية وقالتروا إيه عام كولر إيه بقى الحكاية أنت عندك ثلاثة روس حربة حسام حسن محمد شريف وشاد حسين وحسام حسن مش ظهر في الصورة إيه وانت ترتيبك كام في إحراسة المرمى دي فكولر قعد معا حد بيتغدى معا بس مش ملوخية بلاش ملوخية دي ما هو ما ينفعش ملوخية دي بتاعت الاتحاق الحكاية دي هم تطلعش غير في الملوخية خلاص يعني دي حكاية ملوخية ما ينفعش غير ملوخية فكولر من خلال وصيط قال لا 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 مين قال إن أنا مرتب ده الترتيب ده لو لحراس المرمى يعني أنا مرتب آه ممكن شادي شريف آه حسام حسن بس أنا مش مرتب آه آه هو مرتب بس مش مرتب فالترتيب ده الحراس المرمى وقصة كبيرة جدا وطبعا يعني لو أنت مش مصدقني روح ترابيزة 26 هتلاقينا كنا موجودين واسأل في الفندق هتلاقينا كنا موجودين أنا وكولر ووسيط عادي جدا الكلام ده بقى ممكن تشوفه فين مش هنا اللي أنت هسمعتها الحكاية دي عمره متتقال على شاشة قناة الناد الأهلي عمره ما تتقال في برنامج الأهلي خط أحمر عارف ليه؟ ناس مدركة قيمة الناد الأهلي إحنا هنا لما بنيجي نتكلم بنتكلم بورقة وقلم ومستند وفيديو وصوت وصورة وكل حاجة قدامكم مش وجهات نظر فقط لغير لا بالدليل فتعالى أقول لك الدليل اللي كمان بيقول إن روايتي دي اللي أنا عدت فيها مع الكابتن كولر والوسيط بتاعة حراس المرمى وبتاعة الهدفين إنها غلط ليه؟ لأن الناد الأهلي طلع بخبر أكد عن إن الكلام ده كله ليس له أي أساس من الصحة والقصة كلها كانت زيادة في وجبة الملخية أو في أطباء الملخية على ترابيزة 26 تقل في المساقعة المساقعة؟ ها دي مساقعة ممكن كنت دي مساقعة هنا نفى كولر المدير الفني لأهلي خلال اجتماع التحضير مع الكابتن سادة عبد الحفيز مدير الكرة لمبارات الغد مع أسوان في الدوري أن يكون قد التقى أيا من الإعلاميين أو تحدث معه في أمور تخص لعيب الفريق وخاصة مهاجمين سواء بشكل مباشر أو عن طريق وسيط ده كأنهم سمعيني مؤكدا أن الأمور الفنية تخصه وجهازه المعاون ولا مجال الحديث عنها في الإعلام أو حتى في الجلسات الخاصة شيء مهم ورسالة واضحة يا أسامة للجاي بالظبط وزي ما أنت قلت في البداية أنت حتسمع لمن حتسمع والسياسة دي صح جدا أن المركز الإعلامي والنادي الأهلي يبدأوا يطبقوها أنت في حاجات محتاجة رده في لحظتها أنت ببساطة أحرقت الجميع فحاجات كمان لسه هنشوفها أسامة بس أنا بقول أنه لا أنت راح لهو ولا وسيط ولا الترابيزة كم 26 ولا الترابيزة 26 ولا كل الكلام ده اللي احنا قلنا لا مساقعة ما احترام أنا مصمم أن الكلام في المساقعة فالوضع يساعد بتنجانها كتير ده يا جماعة الكلام اللي احنا بقوله عشان كده بنقول آه طب احنا هنا ردينا على كلام بيقول أن أنا عدت مع كلر فيه كلام تاني مش هنعرف نرد عليه لما يقول لك أصل الراجل مش مقتنع بكهربا مش مقتنع بياسر إبراهيم مش مقتنع برامي ربيعة مش مقتنع بحسام حسن مش مقتنع بأي اسم هتعملين تأيه كنادي أهلي هتطلع تقول له أصل الراجل مقتنع ما لهاش رد الرد هيكون ايه من خلال القايمة طب القايمة النهار ده خل فيها مين ياسر إبراهيم ياسر إبراهيم اللي كان ايه بيتقال ايه أن الراجل مش مقتنع بيه والراجل مستبعده والراجل 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 النهار ده ياسر إبراهيم موجود في القايمة هل هيلعب أساسي هيلعب احتياطي مش القصة لكن دخل السكوات دخل السكورشيت دخل أنه هو خلاص موجود في القايمة مع الراجل إذن ياسر إبراهيم وقلنا لكم هنا في البرنامج ده لو تفتكروا لما تم استبعاده أول مبراتين قلنا يا فارس قلنا لنفس كلام رينيه فيلر وكان مستبع الياسر إبراهيم ولكن ياسر إبراهيم قدر يثبت وجوده وأصبح أساسي في الفريق مش كده بس يا أسامة ده احنا وقت رينيه فيلر لنا فيديو بنتكلم فيه في القصة دي إن ياسر إبراهيم إزاي لازم ياخد درس كان واقف هو رينيه فيلر كان بيديله تعليمات كان لسه ياسر ما بدأش يدخل مع رينيه فيلر وقفت أنا وإنت عند الصورة دي وقلنا دي رسالة الياسر الراجل ولازم تاخد الفرصة ولازم تشتغل اللي بيطلع ده أسامة إيه هدفه هدفه أصلا أولا أن يزعز عثقتك من كولر ويبدأ يحصل ما بين الجمهور كلام لأن كل جمهور بيحب لاعب بس كمان الجمهور بيحب الأهل أكتر والحاجة التانية أن يبدأ يخلي اللاعب يهبطه ويبدأ يحسس اللاعب معهم برضه ممكن يكون لما بقولك اللاعب قعد مع حد وقال له ترتيب كذا أنا بعيد أنا برة فيبدأ يؤثر عليه تدريب فأنت النهاردة بتوصر رسالة يا جماعة لحد داخل النادي الأهلي ولا لاعب ولا جمهور النادي الأهلي يدوا ادنهم لحد أهدافه واضحة جدا ده أنا عايز أقول لك حاكمان ده ممكن يكون سلبيات لكن له إيجابية مهمة جدا عارف إيه هالإيجابية أنه هم بدأوا يختلقوا قصص عارف يعني إيه بيختلقوا قصص يعني مش قادرين يختلقوا الفريق فبالتالي بدأوا يختلقوا القصص فده أنت لما تسمعه تبقى عارف كواس قوي أنه مش قادر يوصل لمصدر جوا النادي الأهلي مش قادر يوصل لمعلومة جوا النادي الأهلي أن الراجل اسمه كلر ده جاي قافل بجد على الفريق جاي مركز مع الفريق جاي وخدها بثقة لما بيقعد لعب على الخط بيتكلم معاه بيتناقش معاه ما بيسيبوش كده عشان كده هتلاقي دايما أي لعب نازل نازل بيقدم أقصى ما عنده وأفضل ما عنده اشتركوا في القناة